في وقت يهاجر فيه الشباب اللبناني يومياً بحثاً عن فرص للعيش الكريم قرر البعض إيماناً بالبلد السير عكس الطيار والبقاء وافتتاح الشركات رغم الأزمات والمخاطر فبدأت مع هذه المشاريع رحلة البحث عن الأصص المتينة في عنا شركات بلبنان بتشتغل لشركات بره موجودين بلبنان اللوكل طبعهم بلبنان وعم بحكي عن تاك كامبانيز فاري بيك كامبانيز بيعملوا فاري بيك بروجيكت بلبنان ارتقينا أنه مع 100% لبنان ولأنه هنه think tank أنه نقدر نأمن لها الشباب اللبناني لبلاتفورم بالأدفايس لأنه هنه دي دونت لك اوف تالين دي ها باري جود تالين دي ار تكنيكلي باري جود دي لك اوف غايدنس يلي هنه الغايدنس هيدا تقص دم ماني إلا أنه في غياب أي ثورة تشريعية يتبين أن القوانين اللبنانية لا تواكب التطورات الخارجية التي تجعل من تأسيس الشركات عملية سهلة وبتكلفة منخفضة تجذب المستثمرين معنى التخطيط اللازم معنى التخطيط الصحي والحقيقي قبل 2011 كان يعتبر بلبنان تأسيس الشركة عملية مكلفة لأنه كان فيها رسوم كان فيها صندوق عدد قداد فيها رسم مالي فيها نقابة محامين فيها طوابع وتطلب وقت معين بالوقت اللي دول الأجنبية سهلة الموضوع أونلاين برسوم كتير قليلة وكتير واطية بس تسهل هالفئة الشابة بالمجتمع أنه يجوا لعندهم ويأسوا الشركات ويمارسوا نشاطهم عندهم وبالتالي بيكونوا عابرون الاقتصاد بس نحن طبعا ما عنا هذه نظرة استجيجية لأدام وبحاجة للتطوير وبحاجة للتعديل طالت فترة الأزمة في لبنان وتبدو الحلول اليوم شبه مستحيلة إلا أنها ليست كذلك بوجود شباب يطرح مبادرات إنقاذية ترجمة نانسي قنقر